مساء الخير وعلى وسهلا فيكم بالتأكيد جميعنا سمعنا عن فيروس الفيديو وأنا لست أول واحد لحيتكلم عن الموضوع لذلك المتوقع حل بهذا الفيديو لا يوجد حل نهائي ولكن يوجد خطوات بإمكاننا نحن نتبعها بحيث أنه إذا كنا بالمراحل الأولى من فيروس الفيديو بإمكاننا أكيد نحل الموضوع ولكن الأهم فقط خليني أتكلم عن موضوع الوقائي ليس فقط من فيروس الفيديو وإنما أي فيروس موجود سواء على الويندوز أو الماكينتوش في ناس بتعتاد أنه الماكينتوش ما له فيروس ولكن جميع الأنظم لها فيروسات ولكن بمشتويات مختلفة وبتعداد مختلف لذلك خلونا نبدأ الآن أول شيء وأهم شيء يبقى دائما الويندوز محدد بكل بساطة سنضغط على قائمة ابدأ ونكتب ونعمل تحديث طبعا بالتأكيد لن نعمل تفحص إذا فيه تحديثات ولن نعمل تحديث للويندوز أحيانا ممكن التحديثات لا تكون للجميع متاحة لأنه بالنهاية مستخدمين ويندوز بالملايين لذلك ليس دائما التحديثات تنزل بنفس الوقت وإنما فيه شيء يسموه رولينج يعني يتم إدراج الميزات أو التحديثات تباعا سواء معتمدة على البلد اللي انت عايش فيه أو حتى عن بعد الجهاز بما أنه حاليا التحديثات جميعا عم تكون أونلايين عندي حاليا على الجهاز لازالت البيلد ما يسمى بالبيلد ألف وثمانمائة وثلاثة بينما الويندوز الحالي هو بالألف وتسامية وثلاثة بكل بساطة سنضغط على ويندو آر تطلع عنا هاي النافذة نكتب وين فير إذن ويندوز فيرجن نضغط انتر ويطلع عندي هون المعلومات أنا مضطر أني أخفي المعلومات لأمور أمنية وهذا لب الدرس الخاص فينا المعلومات الأمنية كيف منتقي من فيروس الفيدي أو أي فيروس يتعرض له جهازنا أولا وأهم شيء بالموضوع أكيد بعد التحديثات إنك ما تضغط على أي رابط في الإنترنت لا تعلم ما ورائه بأحد المرات صديقي بيشتغل بمكتب تحويل أموال أعطيته مصاري فقام بتفحصه ولو عم تتفحص المصاري معقول أعطيك مصاري مزورة اللي يمكن حدا أعطاك إياها مزورة وهذه القاعدة جدا مهمة أحيانا ممكن صديقك هو نفسه اللي يبعتلك الفيروس من دون ما ينتبه لأنه هو تم استقبال الفيروس وهذه الرسالة تظهر بشكل طبيعي جدا أنت مجرد تضغط اللينك فأنت امتلكت الفيروس نفسه وستقوم حاليا بإرسال الرسالة للأصدقاء الآخرين لذلك مهم جدا أنك أنت لما حدا يبعت لك أي رابط أنك تسأله أنت عم تبعت هذا الرابط وتحصل منه على جواب حقيقي أنه إيه؟ هذا الرابط في ورائه الفولدر الثاني وهذا الشيء يقوم فيه حتى مع أصدقائي ومع أي شخص ممكن الأشخاص اللي يتواصلوا معي لح يعرفوا أنه أنا دائما بطلب أنه هل أنت بعتت هذا الرابط؟ شوفي وراء هذا الرابط أعذرني أنا ما بفتح روابط غير معروفة من مواقع غير معروفة غير هيك يفضل دائما يكون عندك أنت فيروس على الكمبيوتر ويتم تحديثه بشكل مستمر حتى لو كان خفيف حتى لو كان مجاني لا يوجد أي مشكلة ولكن المهم أنه يكون فيه موجود مثل ما قلت لكم أنا استعملت الماكندوش لثمانية سنوات وحاليا من حوالي ثلاث سنوات وأنا بستخدم الويندوز ولم يحصل عندي أي مشكلة ولا أي فيروس بسبب اتخاذي لهذه الإجراءات الوقائية أحيانا أنت وعن تحمل من الإنترنت تفسح صفحة إنترنت تلاحظوا في عنا دائما بوكسات داونلود 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 بشكل تلقائي أنت أحيانا تضغط على الزر الأكبر أو على الزر الواضح أكثر اعتقدوا تماما أنه جميع هذه البانرات أو الإعلانات اللي عم بتشوفوها احتمال 90% أنها تحتوي على فيروسات الفيروس ليس بالضرورة أنه يكون شيء خطير ومدمر للكمبيوتر لأنه بالنهاية ممكن أن الفيروس يكون فقط عم يستهلك موارد جهازك وليس أكثر من ذلك أحيانا تشعر في بطء كبير بالجهاز أحيانا ممكن يكون السبب وهذا الأمر مجرد فيروس يعني فرضا عنا نحنا مثل ما بتعرفوا البيتكوينز نحنا بحاجة لقدرات عالية للأجهزة لذلك ممكن يكون في عنا السيرفر عم يتم إرسال فيروسات لكمبيوترات بحيث أنه يستهلك فقط جزء من الرام أو المعالج المتاحة على كومبيوترك بحيث أنه يتم تنجيم عن البيتكوينز أو عن العملات الرقمية بالمجمل عند السيرفر الأساسي لذلك ليس بالضرورة أن يكون واضح جدا أنه حاليا أنا ملفاتي دمرت أو شيء ممكن يكون الفيروسات تعمل بخلفية جهازك من دون أن تشعرها طيب أنا أفترض أنت حاليا تلقيت فيروس الفيديا أو أي فيروس ثاني المرحلة الأولى الخطة الأولى التي تستعملها دائما انتبهوا معي سنضغط بالزر اليمين سنذهب إلى تاسك منيجر من هنا وسنشاهد جميع البراسس التي تعمل أي براسس من هؤلاء أنت لا تعرفها بإمكانك أن تغلقها على إتخاذ إجراء أحيانا ممكن يغلق برامج خدمات ولكن لا يوجد أي مشكلة لنأخذ على سبيل المثال هون أنا لا أعرف ماذا في الـ فأذهب إلى الإنترنت بكل بساطة بكتب وحاول إبحاث عن ما هو هذا البرنامج إذن دائما مجرد أن تكتبوا سيطلع عنكم يقل لي لما لا أعلم أنك الإنجليزي يمكنكم بكل بساطة وممكنكم أن تأخذوا على كوجل ترانسليت نسقط هذا الموضوع وتم الترجمة للعربي أنا لاحظوا أن هناك عملية اثرة عليها في إدارة عمل مدرنا لاحظوا أن هناك فأذهب تأخذ أن هناك خدمات يتم التشغيلها على الجهاز على الهاتف وانا ما عندي فكرة عن هذه المعلومة. مرة تانية منروح على ستارت اوب هون ومنلغي جميع البرامج التي يتم تشغيلها بشكل تلقائي. هذا اجراء خفيف جدا. ممكن جدا انه بعض الفيروسات بتلغي القائمة من هون. ممكن تنزل على الويندوز 32 وهذا الشيء يعني انه لا استطيع اغلاق هذه السيرفز. لذلك بدي ارجع للخيار الثاني انه هو اعادة تشغيل الويندوز بالساف مود. هنا في بعيد التشغيل الويندوز 10 بالساف مود. لاحظوا معي سأعمل قفل للجهاز بعدين سأضغط على هذا الزرية اللي بيعطيني اعادة تشغيل. طبعا ممكنكم من قانت منوه ولكن لاغراض الفيديو هم حاول وجديكم بهذه الطريقة. نضغط على shift بعدين نضغط على restart. نبقى ضغطين على shift ومنضغط على restart. بعض الاجهزة ممكن مجرد انك تعمل اعادة تشغيل وتضغط على زر F8 تبقى عم تضغط على زر F8 لحتى يدخل الوضع الامن. شو يعني الوضع الامن؟ الوضع الامن هو يشغل الويندوز فقط الملفات الاساسية من الويندوز بحيث انه ما بتشغل اي برامج اخرى تانية. احيانا ممكن حتى الشبكة والانترنت لا تعمل. لذلك بهمك هذا الموضوع بهمك ما تلقبط بالانترنت بشبكة الانترنت فقط تشغل الملفات الاساسية. طيب لو انا مضطر افتاح الروابط. لو انا مضطر نزل برنامج معين وانا ما بعض. في شيء يسمى virtual machine او الماكينة الافتراضية خلينا. شو يعني هذا الكلام؟ يعني بالويندوز من نفسه. حاليا يوجد ما يسمى بالويندوز ساند بوكس. اللي بيعرف بالبيبال او بمواقع الدفع فيه شيء يسمى ساند بوكس. احيانا بالبيبال لما بيكون عم بعمل احيانا متجر الالكتروني. وبدي جرب عملية الدفع. هذه العملية ليس بالضرورة ان يدفع مال حقيقي. وانما بعمل بالبيبال او بمواقع الدفع الاخرى ما يسمى بالساند بوكس. وهذا لحتى جرب عملية الدفع. بنفس الطريقة فيه بالويندوز ما يسمى بالويندوز ساند بوكس. هذا الشيء تم اطلا تحديث مايو ٢٠١١٩ للاسف انا بعد لم يصني هذا التحديث ما بدر اعطيكم اياه بشكل فعلي ولكن سأتكلم عنه بفيديو منفصل حالما امتلك التحديث ولكن حاليا ممكن انه تشوفوا بالصور موضوع الساند بوكس طيب لحن نروح على قائمة ابدأ ونكتب ويندوز فيتشرز مثل مشاهدين ويندوز فيتشرز هون لحن لاحظ عم تظهر لي هذه النافذة يفترض لو انت تمتلك الميزة للساند بوكس بيجي هزاك انه تظهر بهذا المكان مع ال wehstat di windows وتعمل الى تفعيل كما هو موجود عندك ويندوز ٢ عشرة يلي موجود عندك ولكن هو نسخة افتراضية موجود في فولدر. هون بتقدر تنزل البرامج اللي بدك اياهم تقدر تنزل تفتح جميع الروادط بكل امان لانك بمجرد انك تغلق هذه النافذة كل شيء تم تخزينه سيتم محيه وكل شيء ولا كأنك عملت اي شيء على الجهة. هاد متاح فقط لنسخة والمؤسسات للهوم غير متاحة. لذلك برجع بقلكن انا للاسب غير قادر اني انا اه تشوفوا بشكل عملي عندي ولكن لاحقا لحعمل فيديو خاص عن الموضوع. طيب. لو ما عمنا ساند بوكس لو مثلي انا ما عندك ساند بوكس لم يتم انتاحك الميزة شو ما نعمل? في عمنا شيء يسمى وهي برامج بنقدر نستخدمها. خلينا نشوف هاي برامج. اذا عم نفوت على موقع اسمه هذا موقع جدا مهم للويندوز ولتحديثات الويندوز ليس فقط التحديثات انما الاخبار. طيب. عم يعطي اليوم باست برشوال ماشين لالتين وتساتاش. عم نلاحظ دائما لازم يذكر بالتأكيد باراليل ديسكتوب. باراليل ديسكتوب هو ميزة انه يعمل على نظامي ويندوز وماكينتوش. وهذا الشيء يعني اني بقدر نزل ويندوز داخل الماكينتوش وماكينتوش داخل الويندوز. بانكان يعمل ما يسمى السيميولات او المحاكات. متل ما عم تشوفوا هون بالخلفية عندي الماكينتوش هذي من خلفية الماكينتوش. وعندي هون الويندوز ويندوز اكس بي ويندوز ايت والماكينتوش نفسه كفيرشوال ماشين عم يشتوب. هذه برامج جدا مهمة بحيث انه نحن نعمل الاختبارات. احيانا بتشوفوا بفيديوهات انه عم يصوروا عملية كيف تحميل الويندوز او مسلا عم يصير كيف تنصيب الويندوز. هذا بيتم على الويندوز. لح اتكلم بفيديو جدا منفصل عن هذه الموضوع لانه جدا مهمة. شو ميزة الويندوز? متل ما شايفين عندي هون الويندوز هادي الوبونتو. وتم تشغيل ويندوز داخل الويندوز. طبعا بنفس الطريقة نحن لو رحنا الو جدا مشهور. لما نروح الويندوز كمان انه عم اقدر شغل ويندوز داخل الويندوز هون. عم نشوف من شكل النافذة كمان هون ويندوز. طبعا بالمختصر جو بدي احكي. انا بدي اقول انه لما يكون عندك روابط او برامج غير موثوقة وانت ما بتعرف. ولكن ما اضطر احيانا انك تنزل فيفضل انك دائما تشتغل على ممكن احيانا تنجح معنا فقط انه نحن نوضع محملة عليه ويندوز. هذا كمان سنشوفه بدرس منفصل. سنحمل ويندوز كامل على يو اس بي ونقوم باعادة التشغيل من يو اس بي ستيك. ونقوم باعادة الملفات مرة اخرى. الملفات التي تم تأثرها بالفيروس. ولكن المشكلة ان الفيروس الفيديا تحديدا هو فيروس خطير. تم دفع اموال كبيرة جدا لانشاء هذا الفيروس وبرمجتي. ولذلك يطلبون المال بالنهاية. لذلك من المهم جدا اولا الاتقاء وثانيا لو انك اصبت بهذا الفيروس فممكن جدا انك انت دي حاجة لالفيرما. ذلك احيانا من المفيد جدا انه الملفات الهامة جدا اللي بتستخدمها يكون عندها قرص صلب متاح انك تنسخ عليه نسخة احتياطية. طيب هل هذا كل شيء? للأسف لا نستطيع تقديم الكثير. مثل ما قلت لكم ببداية الفيديو لا يوجد حل نهائي. أعطيتكم فقط بعض النصائح للوقاية من اي فيروس. سواء على الويندوز ماكتوش او على اي نظام تشغيل او حتى على الموبايلات. احيانا كتير بشوف ناس عم بتنزل على الموبايل. ما بيعرف هذي شو عم تعمل بالموبايل. لذلك اذا ما كنت جدا متأكد شو عم بتحمل على موبايلك او على كومبيوترات. مهم جدا انك انت ما تخطو بهذه العملية. واحيانا انتو عم تتخاطب مع اصدقائك بامكانك تبعث رقم موبايلك او رقم نسخة الويندوز ياللي عم تستخدمه. هذه معلومات مهمة جدا للاختراف. اذا جميع هذا اللي حكيته هي مجرد اجراءات وقائية بالبداية ومعالجات بسيطة. ولكن للأسف لا يوجد حل نهائي للفيروس الا خسارة الملفات. في امكانكم دائما من تمائنا تاخدوا نسخة احتياطية. لو عنكم حلول تاني بتمنى انه تطرحوا بالتعليقات. هذه المعلومات اللي قدرت بالنهاية اني اجمعها عن الامر. بتمنى انه نتساعد مع بعض بحيث انه يكون فيه فائدة للجميع. ويلي ما وجد الحل بالفيديو بامكانكم كمان تشوفوا بالتعليقات لعدل احد الاشخاص كتب خبرته عن الموضوع وكيف قدرت يحل الموضوع. العازية الحارة لجميع الاشخاص اللي اصابهم فيروس الفيديو بالنهاية. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك بالقناة ومشاركة بالفيديو. هذا كل شي لليوم. بي بي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة